معلوماتنا عن الكويتس بسيطة يعني دي معلوماتنا انه يدخل في بعض الصناعات احنا عارفين انه يمكن من فترة كان فيه مشاكل على شرائح التشيبس دي انها تتصدر لبعض الدول فانه يدخل في صناعاتها تزيحاجة كبيرة جدا بالذات انه ليه درجة نقاء عالية لو نتكلم على الكويتس المصري عرفوا لنا يمكن حضرتك بمفهوم جيولوجي اخر حضرتك اكيد عندك المعرفة الاكبر مننا واماكن تواجده في مصر ايه طيب يعني خلينا نتكلم ببساطة عشان بس كل الناس تفهم الموضوع يعني هو الكويتس عبارة عن ثاني اكسيد السيليكون كواس ثاني اكسيد السيليكون ده بتكون من حاجتين عنصر السيليكون وعنصر الاكسوجين كواس الرمز الكيميائي بتاعه هو SIO2 الكويتس موجود عندنا في الصحرة الشرقية في اماكن كتير جدا بس بيتركز في وسط وجنوب الصحرة الشرقية من اهم الاماكن صحرة الشرقية صحرة الشرقية من اهم الاماكن اللي بتركز فيها وسط الصحرة الشرقية لان الصحرة الشرقية احنا بنسمها لتلات اماكن شمال ووسط وجنوب الفاصل ما بين الشمال والوسط اللي هو الطريق بتاع سفاجة انا الفاصل بين الجنوب والوسط اللي هو طريق مرسى عالم ادفو فالتركيز كله بيبقى في المنطقة اللي هي وسط الشعر والسرقية هو حوالين طريق مرسع وبينزل برضه في الجنوب بس مش بكبيئات كبيرة وده سبب من أسباب إجابة ليه موجود المصنع في العين السخرة والله طبعا هو المكان مش وحش ولكن هو بعيد شوي بعيد عن طريق سفاجة يعني يعني لو كانت حاجة كمارسعالم في مارسعالم صحيح ليه بقى لأن مارسعالم دي تعتبر السنتر أنت عندك فوق كوارتس فأنا هاخد الخام وصنع وهنقل خام مصنع نقل الخام المصنع أرخص من نقل الخام الرو ماتيريال أو الحاجة اللي بتنقلها متكسرة من الأرض وخبرها حضرتك فأنا منقل الخام هيكلفني كتير جدا لكن أنا مصنعه ونقله كيخام مصنع أتقل تكلفة النقل على الأقل بسبعين في المئة سححي لو أنا غلطانة في العين السخنة فيه مصنع تانية هل الكوارتس بيدخل في التصنيع ومواد أخرى يمكن موجود في داخل العين السخنة مثلا هذه المواد فتسهل عملية التصنيع والله ممكن ممكن ولكن الحاجات دي زي ما أنت عارفها التركولوجيا بتاعتها بتبقى عاليا شوي صحيح أخذ بالك فدايما الحاجاتها بتجي من برد في معظم الأحيان يعني اشتركوا في القناة